عقد وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمة بالخارج ناصر بوريط اليوم اجتماعا عبر تقنية المناظرة المرئية مع وزير أوروبا وشؤون الخارجية الفرنسي جون إيف لودغيان حول عدد من القضايا الثنائية وذات الاهتمام المشترك وأعرب المسؤولان خلال هذا الاجتماع عن ارتياحهما للعلاقة الممتازة القائمة بين ريباط وباريس مؤكدين إرادة الملك محمد السادس ورئيس إيمانيل مكرون في تعزيز الشراكة الاستثنائية بين البلدين من خلال الحوار الدائم بين القائدين وأشهد لودغيان بتدبير النموذج للمغرب لوباء كوفيد-19 مجددا دعم فرنسا للشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي كما جددت فرنسا دعمها للجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب كداعم للسلام والاستقرار وكقطب للتنمية والنمو وجدد بوريطا ولودغيان تأكيد على إرادتهما في مواصلة التشاور والتنسيق أعمالهما داخل الهيئة المتعددة الأطراف والدولية بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك